السلام عليكم ورحمة الله عزيزي طالب الثالثة عدادة هنحل مع بعض ان شاء الله امتحان محافظة كفر الشيخ للترمي الثاني ياريت قبل مبدأ ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة شرحوا كل درويس الجرامر موجود في قائمة تشغيل جرامر ثالثة عدادة الترمي الثاني اول سؤال معنا اكمل حوار الاتي عادل يريد انه يشتري بدلة الشبا السيستنت الباع بيقوله ممكن اساعدك عادل حيرد علي بعدين الباع بيقوله عندي انواع او ستايلات مختلفة من البذل يبقى هنا اريد ان انا اشتري بدلة يبقى ايدلايك هيقوله طبعا ياس بليز ايدلايك 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 اريد ان انا اشتري ايه بدلة قاله عندنا انواع مختلفة من البذل او ستايلات مختلفة سأل سؤال ايدلايك اريد اللي لونها ازرق كيف تريد fees which處 Original whichioni ايدلايك ايه كيف تريد قاله yes blue is nice and it's fashionable بيكون عالموضة يعني اللون الازرق لون جميل وبيكون عالموضة قاله أيضا يعني سأل سؤال البعاء قاله 2,000 pounds 20 جنيه it's imported from France هي مستوردة من فرنسا يبقى هي بتكلف كان يبقى how much does it cost how much does it cost بتكلف كم قاله ب2,000 جنيه مستوردة من فرنسا قاله oh يعني ذا كتير I'd like one made in Egypt رد يعني بدلة مصنوعة في مصر يبقى أنا مش محتاج أنا مش عايز واحدة مستوردة يبقى I don't I don't want don't want an imported suit لا أريد بدلة مستوردة أريد واحدة مصنوعة في مصر it's only 900 pounds دي تمنها 900 جنيه it's so cheap isn't it هي رخيصة ليس كذلك يبقى بتسعمية جنيه ويعني هي رخيصة ليس كذلك yes it is أيو هي كذلك and of good quality as well وكمان نوعيتها ممتازة أيضا طبعا quality مع الملابس اسمها إيه خامتها ممتازة بعد كده and complete the tickets with the word from the following list هنكمل بكلمات من اللي موجودة عندنا turn يعني يعني يحول مثلا حاجة لحاجة أو ممكن يكون معناها دور life يعني حياة carefully بحرص turn يدور هنا كده معناها يدور دي مع الفعل الجمع ودي مع فعل مفرد فيها S يبقى فعل مفرد safe آمن safe يوفر أو يحفظ children need to know how and when to use water الأطفال محتاجين أن هم يعرفوا كيف ومتى يستخدموا المياه إيه بعناية يبقى carefully parents الأباء and teachers have to teach the children that water means our إيه الأباء والمعلمين يجب أن هم يعلموا الأطفال أن المياه بتعني إيه means our life بتعني حياتنا it can help us e the desert into green land to grow more crops بتساعدنا في إيه الصحراء إلى أراضي خضراء لنزرع محاصيل أكثر طبعا هلبو بجيب بعدها الفعل في المصدر يبقى turn the desert into green land بتحول turn معناها بتحول بتحول turn into يحول تحول الصحراء إلى أراضي خضراء nowadays the modern ways of watering plants الطرق الحديثة في راي النباتات much water and improve the crop growth طبعا بتوفر مياه أكثر وبتطور نمو المحصول يبقى بتوفر يعني إيه save السؤال الثالث read the following text then answers the question ذكرها القاتي وأجب على الأسئلة online learning is another option for the traditional way of studies تعلم الإلكتروني هو عبارة عن طريقة أخرى للطرق التقليدية للدراسة students can easily download applications and attend online classes طلاب يمكنهم بسهولة أنهم يحملوا التطبيقات ويحضروا الدروس على الإنترنت الحصص اللي موجودة but classroom learning is as important as before لكن learning تعلم في الفصل يعني بيكون مهم في نفس أهمية قبل كده nowadays many universities and schools are moving towards online learning هذه الأيام العديد من الجماعات والمدارس يعني بتنتقل إلى تعلم على الإنترنت they share their materials and subjects online هم بيشاركوا المادة يعني العلمية والدروس والمواضيع على الإنترنت many universities served their studies online for free العديد من الجماعات بتقدم الدراسات بتاعتها على الإنترنت مجانا and some of them offered some online scholarships وبعد هذه الجماعات بيوفر بيعرض يعني منح على الإنترنت every way of learning has some advantages and disadvantages كل طريقة من التعلم بيكون فيها عيوب يعني مزايا وعيوب with technology everyone has ease with the online study مع التكنولوجيا كل شخص يعني بيستريح أكثر مع التعلم الإلكتروني على الإنترنت but some people are still against it لكن بعض الناس ما زالوا عكس بعض الناس بتشتكي ان هما بيكونوا أكثر يعني بيكونوا مسرحين أكثر مع التعلم اللي هو العادي اللي ما بيكونش على الإنترنت for people who are working and want to complete their studies from home online learning can be the best option for them بالنسبة للناس اللي بيعملوا ويريدوا ان هما يكملوا دراستهم من المنزل التعلم الإلكتروني بيكونوا أفضل طريقة لهم أفضل خيار ليهم in offline classes في الدروس اللي ما بتكونش على الإنترنت it's easy to pay attention to students من السهل ان احنا ننتبه للطلاب finally it is important to create a balance between online and offline studies في النهاية من المهم ان احنا نخلق نوع من التوزن ما بين التعلم اللي بيكون على الإنترنت والتعلم اللي هو العادي اللي في الفصول the passages mean about الفقرة بتكون عن إيه بتكون عن ال online study الدراسة على الإنترنت thanks to technology بفضل التكنولوجيا online learning became a than before بفضل التكنولوجيا التعلم على الإلكتروني أصبح ايه عن قبل easier يعني أسهل the underlined word for free means كلمة for free مجانة معناه ايه not paying any money يعني بدون دفع اي مال النص بيكون عن ايه افضل الطرق للتعلم يبقى the best ways of learning the best ways of learning افضل طرق للتعلم أنا أسفة احنا هنخليها ايه online study عن الدراسة على الإنترنت online study why isn't the online learning the best way to learning ليه الدراسة على الإنترنت مش أفضل نوع للتعلم مش أفضل وسيلة للتعلم اللي جابة طبعا في القطعة جماعنا أسفة جدا هو هنا بيتكلم عن online study وال offline study فهو هنا في لما بيسأل لي العنوان المنسب للقطع الأفضل اللي أنا أقول the best ways of learning أفضل طرق للتعلم مش ال online study أسفة جدا يبقى هي the best ways of learning أفضل طرق للتعلم أما عجبت السؤال الرابع ليه والتعلم الإلكتروني مش أفضل وسيلة للتعلم لأن بعض الناس some people complain that they are more comfortable with the offline learning لأن بعض الناس بتشتكي أن هما بيكونوا أكثر أريحية مع الدروس اللي هي بتكون العادية اللي بتطوم في فصول تعلم اللواء العادي كمان بيقولوا it is easy to pay attention to students في التعلم اللواء الإلكتروني يبقى دي طبع السؤال الرابع سماريز the second paragraph in one sentence لخص البراجراف الثاني في جملة واحدة مازايا وعيوب الإلكتروني يبقى advantages and disadvantages of online learning مازايا وعيوب التعلم الإلكتروني advantages and disadvantages of online learning which kind of learning do you prefer اين هو التعلم اللي انت بتفضله عن نفسي I prefer online online learning I prefer online learning ليه because لأنه هو بيوفر للواء because it saves me time بيوفر للواء و الواء كمان و أكثر روحة يعني بدل من التنقل من مكان لآخر والذهب للجامعة I learn online بتعلم من على الإنترنت و كمان from many different countries من دول كتير مش من دولة واحدة إذا قطع الأشجار في منطقة كبيرة أو تدمير الغابات من قبل الناس دي اسمه ديفورستيشن يعني إزالة الأشجار أو التصحر ديفورستيشن إزالة الغابات is someone who studies a subject carefully in order to discover new facts or test new ideas شخص بيدرس موضوع بعناية لكي يكتشف حقائق جديدة أو يختبر أفكار جديدة يبقى اسمه researcher الباحث researcher my father was cross because my young brothers made so much noise أبي كان غاضب cross يعني غاضب لأن إخوات الصغيرين عملوا ضوضاء كتير this one أنا مقف cross معنى كلمة cross غاضبي يبقى angry يعني غاضب برضو the word expensive can be the opposite by adding the prefix كلمة expensive علشان نحصل على العكس منها بندفله inexpensive يعني غير غيلي in I'm still a could you say that another way أنا ما زلت a ممكن تقول ده بطريقة تانية يبقى I'm still confused confused يعني مرتبك أو مش عوش مش فاهم كويس there are many green a across the world which are helping to protect the environment يوجد إيه الكثير من الإيل بتساعد حول العالم بتساعد في حماية البيئة طبعا هنا كلمة مني مش هتخلينا أختار energy لأن طاقة لا تعد فأقول green energy لأ هنا طاقة لا تعد مش هختار معا مني اللي يجي معا مني يبقى نشطفز يعني مبادرات يعني محافظة على البيئة حول العالم مبادرات للحفاظ على البيئة green initiatives نكمل بالكلمة الصحيحة these trees plant by clever school boys last summer هذه الأشجار من الواضح أن هي جملة مبنية المجهول زرعت من أولاد المدرسة الصف الماضي الماضي يبقى هي في الماضي يبقى تريز جامع يبقى تاخد where تصريف الثالث من planted تبقى planted يبقى where planted حنضف لا إيدي where planted زرعت you can choose your plastic puddles يمكن أن تختار أن أنت تعيد تدوير الزجاجات البلاستيكية تختار أن تجب بعدها طول مصدر يبقى to recycle أن أنت تعيد تدوير when I was young لما كنت صغير I always ate my teachers politely كنت بتكلم مع معلمين المعلمين بتوعي بطريقة مهزبة طبعا هنا ويقوز في الماضي يبقى كنت بتكلم في الماضي دائما معهم تبقى ماضي بسيط هندفلا إيدي الماضي من talked تبقى talked هندفلا إيدي I send the report until I had revised it طبعا until أنا لم أرسل التقرير غير لما لم أرسل التقرير غير لما رجعته until بجيب بعدها ماضي تام وقابلها ماضي بسيط من في يبقى هنا ماضي بسيط من في يبقى didn't send didn't send if Ramy read the story he enjoy it لو رامي طبعا هنا ماضي بسيط لأنه هو لو مضارع هنا عيحط S هيضيف S لأن رامي مفرد فبالتالي if Ramy read the story لو رامي أرى القصة يبقى دي ماضي بسيط لأنها مفاش S عندنا تصريفات read 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 فبالتالي التصريف الثاني شبه الأول لكن هنا طالما ما فيش S يبقى ده ماضي بسيط يبقى دي حالة F الثانية يبقى هنا would or could enjoy او could enjoy كان هيستمتع بالقصة يبقى ده كده حالة F الثانية ماضي بسيط ودء او كدو المصدر ده كده حلم تحم محافظة كفر الشيخ اتمنى تكونوا استفدتم معي لو في اي اسئلة يريد تكتبها في الكومنتز وتنساش اريعجاب بالفيديو واشتراك في القناة اشتركوا في القناة